السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنجاوب على صفحة ميه وجوج ميه وثلاثة الشكل والتطبيقات الكتابية مرجع مرشدي في اللغة العربية لسنة الخامسة من التعليم بتدائي طبعة جديدة ومحيانة سنبدأ بقراءة النص ثم الإجابة عن الأسئلة النص لقد استطعت الكلمة المكتوبة قبل ذلك بالنسبة للفقرة الأولى فراشكلناها لأنه سيأتي واحد سؤال أشكل الفقرة الأولى من النص إذن ظل الشكل إذن لقد استطاعت الكلمة المكتوبة أن تقهر الزمن قهرا فنحن نقرأ اليوم ما كتبه أسلافنا منذ قرون ونطبع اليوم العديد من الكتب في مختلف المعارف والفنون التي نختزنها رغبة في استفادة الأجيال القادمة منها وتبين بعد ذلك أن طباعة ملايين الكتب ونشرها لا يحل مشكلة تخزين المعرفة واسترجاعها بسهولة اللازمة لذلك جاء الحاسوب ومعه الذاكرة الخارجية والأقراص المدمجة ومفاتيح حفظ المعلومات لتحل المشكلة فهل يترى تستطيع هذه المخترعات أن تقطع العلاقة الحميمية بين الإنسان والكتاب إذن السؤال الأول أشرح الكلمات الآتية أسلافنا العديدة إذن أسلافنا نقصد بها أجدادنا العديد يعني الكثير الأجداد ثم العديد الكثير السؤال الثاني أتي بخريطة كل كلمة مما يأتي القادمة والسهولة تستطيع إذن أنا هنا أعطيتكم ضد ديالها القادمة ولكن ضد ديالها السابقة إذن هذلك الكلمات كلهم عبارة عن اسماء ضد ديالها السابقة وهذه قد نوضف الكلمة في جملة مفيدة إذن السهولة يعني اليسر إذن مرادفها اليسر البساطة ممكن ضد ديالها أنا ندره الصعوبة يعني القادمة هنا ممكن ندره القادمة يعني المراجف دياله المقبل11 مراجف دياله مقبل تقدير على المرادفة هذه الكلمة الضدية لهم أقترح عنوان للنص القراءة عبر الزمن أذكر جوابا للتساؤل الذي ختم به النص إذن بطبع الحال لا أظن بأن المخترعات الجديدة قادرة علاقة على العلاقة بين القارئ والكتاب لأن هذه العلاقة فهي علاقة وطيدة جدا فهناك بجمع أن الناس يحبون الكتاب ويحبون القراءة إذن سأمر للصرف والتحويل السؤال الأول أملأ الجدول الآتي انطلقا من الفقرة الثانية من النص المصدر فعله طباعة طبعة تخزين خزنة حفظ حفظة أصوغ الفعل من كل مصدر بتوظيف الجدول الآتي انتصار إكرام تفنن شرب استخراج إذا المصدر انتصار فعله انتصار هذا الفعل خماسي إكرام أكرم رباعي تفنن تفنن خماسي شرب شرب ثلاثي استخراج سداسي سؤال موالي أحول كل مثنى إلى مفرده فيما يأتي ورقتان مفرده ورقة حاسوبين حاسوب هاتفان هاتف رسالتين رسالة سنمر للتراكي سؤال أول أملأ الجدول بما يناسب الجملة المفعول المطلق نوعه علامة الإعرابية اتصلت اتصالا سريعا إذا اتصالا نوعه تأكيد الفعل علامته فهو منصوب هاتفتك مهاتفة إذا مهاتفة تأكيد الفعل نوعه كذلك أو علامة الإعرابية منصوب رسالتك مراسلتين إذا مراسلتين مفعول مطلق بيان عدد مرات وقوع الفعل ثم منصوب بيانه مثنى أملأ المكان الفارغ بمفعول لأجله يبحث العالم طلبا للنجاح والتفوق أقضي وقتا في المكتبة حبا في القراءة يسجد المصلي عبادة لخالقه سافرت طلبا للاستجمع سؤال الثالث أعرب ما تحته خط في الفقر الأولى من النص إذا نرجع الفقر الأولى إذن الكلمة الأولى عندنا قهرا قهرا مفعول مطلق قهرا إذا الإعراج لها مفعول مطلق إذن أعطوان مفعول مطلق منصوب بتنويل فتح عدنا كذلك رغبة مفعول لأجله رغبة مفعول لأجله منصوب بتنويل الفتح إذن أكمل كل كلمة بهمزة مناسبة جزء الهمزة على السطر قبلها سكون حي إذن سكون حي شيء كذلك على السطر قبلها سكون حي وراء على السطر قبلها سكون ميت إذن أو حركة طاولة هناك نهضر على الهمزة المتطرفة هدوء قبلها سكون ميت كذلك بدأ هنا على الألف لماذا قبلها فتح أنشئ سؤالا انطلقا مما يأتي إذن ما الاستفامية مما بما عما إذن فيما تفيدك الانترنت مما يتكون الحاسوب بما تفيدك هذه المعلومات عما تبحث في هذا الموقع إذن هذه هما الأجوبة الخاصة بهذا السؤال اللي كانستعمل فيه مال الاستفامية بإضافة إلى الحروف فيه من بي ثم عن إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا سيتجدد إن شاء الله مع تتمة الدروس الخاصة بهذا المرجع دائما على نفس القناة إلى اللقاء